مواصلة لحديث ليلة المارحة طرحنا نظرية التطور وشرحناها باختصار فهمنا المقصود من هذه النظرية وقلنا هي كانت هي تقوم على محورين المحور الأول أصل خلق الإنسان والكائنات الحية كلها من خلية أنعش ذاكرتك والمحور الثاني البقاء للأقوى وهو ما يسميه دارون الانتقاء الطبيعي ثم قلنا بأن الملحدين يتخذون من نظرية التطور ذريعة علمية لنفي وجود الله عز وجل محاضرة هذه الليلة أهم من ليلة البارحة ليلة البارحة كانت فرشة وتهيئة لهذه الليلة ثم قدمنا بمقدمتين مقدمة الأولى قلنا بأن وسائل إثبات المطالب العلمية بالملاحظة والتجربة والتكرار بينما وسائل إثبات المطالب الدينية عن طريق الوحي المقدمة الثانية اللي أنطلق منها هذه الليلة أن العلم العلم يقوم على الشك والدين يقوم على أحسنتم اليقين من هذه العبارة العلم يقوم على الشك أقدم بمقدمة هذا اليوم التطور كيف نعبر عن التطور هل هو حقيقة أم نظرية نظرية ما موقع النظرية في خارطة العلم هذا كلام العلماء مو كلام متدينين أو كلام فقهاء مراجع هذا كلام علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء الأحياء لما نقلهم نظرية نيوتن نظرية التطور مهم نعرف ما معنى النظرية حتى ننطلق بالأجوبة وهي أربعة أجوبة أسردها هذه الليلة ما معنى النظرية لما نقول هذه نظرية هل هذا يعني أنها حقيقة مفروغ منها لا ما حد يدعي ذلك حتى دار والنفس ما يدعي أن ما قاله في كتاب أصل الأنواع هي حقيقة ثابتة لا تقبل تقبل النقاش لا يقول هذه نظرية شين يعني نظرية نظرية يعني يجي العالم يتأمل في الطبيعة يشوف بعض الظواهر الطبيعية فيقدم تفسير علمي تفسير علمي مو على هواه يقدم تفسير علمي لهذه الظواهر فيكون أفضل تفسير عند العلماء يسمونها نظرية إذن النظرية أحفظها هو التفسير الأفضل والأكثر قبولا لظاهرة علمية معينة راح أوضح لك أكثر الآن فيما يجي العالم ويقدم هذا التفسير فيلقى قبول عند العلماء يقولون نظرية طيب يا علماء هل هذه ثابتة جواب نهائي لهذه الظواهر الطبيعية قالوا لا ممكن بعد سنوات يجي عالم غير داروين وينقف كل ما قاله داروين أو جزء مما قاله داروين ممكن قالوا نعم نحن لا نقول بأن التطور حقيقة ثابتة لا يمكن نقاشها لا أبدا إذا جاءنا عالم من علماء الفيزياء علماء الأحياء وقدم تفسير أفضل من تفسير داروين راح نأخذ بتفسيره وما نناقش قبل 2500 سنة قام عالم اسمه بطلي موس من خلال دراسات فلكية وهو يتأمل الظواهر الطبيعية شوف ما معنى النظرية تقديم تفسير على ظواهر طبيعية صار يتأمل حركة الشمس فخرج بنتيجة قدمها للعلماء وهي نتيجة مركزية الأرض ودوران الشمس حول الأرض هاي نظرية طلع بيها بطلي موس قال الأرض هي الثابتة والشمس تدور حول الأرض وظلت البشرية تسير وتعتمد على هذه النظرية مدة 1500 سنة تصور البشرية قائمة على هالنظرية وتعتمد عليها بأن الأرض هي الثابتة والشمس تدور حولها إلى ما بعد 1500 سنة إجاء عالم ثاني اسمه كوبرنيكوس قال لا يا جماعة بالعكس الشمس هي الثابتة والأرض والكواكب تدور حولها نقض تلك النظرية فتقبل العلماء نظرية كوبرنيكوس ورفضوا النظرية القديمة اللي صار لها 1500 سنة إذن لا نستبعد الآن في الأجوبة لا نستبعد أن نظرية التطور لداروان يجي يوم من الأيام عالم من العلماء ينقضها تماما ويقدم تفسير أفضل لحركة وتغيرات هذه الكائنات الحية إذن هي ليست جوابا نهائيا وهذه مقدمة جدا مهمة طيب نجي الآن للأجوبة وهي أربعة أجوبة تفتو شباب أول جواب نحن نطرح سؤال هل فعلا نظرية التطور لما تعتقد بأن بدأت الخليقة من خلية ثم تطورت وتطورت وصارت هذه الكائنات الحية التي نراها هل فعلا هذا يقود إلى نكران وجود الله ونفي وجود الله نقول لا ليش لأربعة أسباب واحد تفتو أول سؤال نسأل الملحد يقول لا أنت تعتقد أن الحياة بدأت بخلية وعرفنا ما يعني خلية البارحة هي أصغر مكون لجسدك فيها حياة تقول بأن قبل أربعة فاصلة ستة مليار سنة وجدت خلية في المستنقعات يقول نعم طيب أنا أوجه لك سؤال من الذي أودع الحياة في هذه الخلية ما عنده جواب ما يقدر يجاوبك نفس المشكلة سواء قلت لي بدأت الحياة بخلية أو بدأت الحياة بهذه الخليقة راح أسألك نفس السؤال من الذي أودع الحياة في هذه الخلية أما أنه يقف فيقول لا أدري وهذه أجوبتهم أو بعضهم يجيبك بذلك الجواب المبتذر البائس يقول وجدت الحياة في الخلية صدفة والصدفة لا يقبله العلم ولا يقبله العقل إذن هاي واحد حتى لو سلمنا قلنا بأن نظرية التطور صحيحة وبدأت الحياة بخلية يبقى السؤال لكل معلول علة ما هي علة الخلية شون صارت فيها هذا الذكاء العجيب اللي استطاعت أن تتطور وتتطور وصير هذه الخليقة التي نراها من الذي أعطاها الروح من الذي أعطاها الحياة من الذي أعطاها الذكاء حتى تتطور بهذه الطريقة لن يجد جواب إذن هاي الجواب الأول الاعتقاد بنظرية التطور لا ينفي وجود الله نجي للجواب الثاني قالوا مين خالف ولكن أنتم تدعون بأن الله هو الذي يباشر الخلق تقولون إنما أمره إذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يعني الله عز وجل أراد أن يخلق خفاش قال له كن فكان بهذه الصورة بحيث أنتم لما تقعدون تشوفون بالوثائقيات بالخصائص العجيبة اللي عنده تقولون سبحان الله شون خلقه الله في الحقيقة مو الله خلق في الحقيقة هذا نتاج تطور ذكرنا البارحة نتاج هذا الخفاش ما كان بهذه الهيئة كان حيوان آخر بداية تطور وتطور وتطور وصار بهذه الهيئة تقولون الله يقول كن فيكون يقول للحوت كن فيكون بهذه الهيئة يعني هو المصور هو الذي يباشر خلقه هو الذي بمجرد على نحو الفورية بس يقول كن فتكون هذه الخليقة وهذه الكائنات الحية ولكن في الواقع أن نظرية التطور تناقض هذا المعنى الله لو سلمنا هما يقولون لو سلمنا بأن الله خلق الخلية اعتزل الخلق وترك الخلق هو يطور نفسه بنفسه لم يصور شيء الله ولم يزود هذه الكائنات بالخصائص أبدا إنما الطبيعة هي التي زودت هذه الكائنات بهذه الخصائص نقلهم لا أبدا كيف نقلهم كن فيكون تفتو لا تعني الفورية أبدا وهذه خطأ نقع فيه دائما ووقع فيه الملحد الله ما يخلق بشكل فوري راح الآن نضرب لك أمثلة الله ما يقول للشيء كن في نفس اللحظة يكون بهذه الهيئة لا 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 سيرة خلق الله سنة خلق الله دائما يأخذ بالأسباب أنت يا الله يريد يوجدك في هذه الدنيا ما يجيبك عمرك ثلاثين سنة بهذه الهيئة تبدأ أولا بنطفة وبعد النطفة علقة ثم مضغة ثم قطعة لحم ثم جنين ثم طفل وهكذا تنمو هذه سيرة متى عن الفورية في نفس الوقت كن فيكون أمره بين الكاف والنون يعني بمجرد أن يأمر هذا الموجود الذي أمره الله لا يملك إلا أن يمتثل لكن متى يمتثل متى يكون ما ندري ممكن بعد يوم ممكن في نفس اللحظة ممكن بعد مليون سنة يمكن بعد ثلاثمائة ألف سنة يكون هذا الشيء أما كن فيكون يعني بمجرد أن يأمر هذا الشيء يكون لا ما عندنا هذا الشيء في القرآن الكريم مو هذه سيرة الله الله يخلق الكائنات فيأمرها أن تكون فتتخذ مدة طويلة حتى تكون كما يريدها الله ليش الله يقدر يسويها نفس الوقت ولكن يريد أن يأخذ بالأسباب الطبيعية أضرب لكم مثالين من القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون إذن خلق السماوات والأرض بأي طريقة كانت بطريقة كن فيكون أنت اشتفتهم الفهم الأولي أن الله بمجرد أن أمر في نفس الثانية في نفس اللحظة جزء من الثانية بس قال يا سماء كوني فكانت ويا أرض كوني فكانت هل هذا الفهم صحيح؟ لا الله يقول أنا خلقت السماء والأرض بطريقة كن فيكون ولكن مو بسرعا خلقت السماء والأرض أخذ الأسباب الطبيعية تكونت السماء والأرض بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما جقد أحسنتم في ستة أيام إذن كن فيكون مو يعني في نفس الوقت ستة أيام مو أيام الدنيا أيام الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أضرب خمسين في ستة جقد يطلع تقريبا ثلاثمائة ألف سنة استغرق خلق السماوات والأرض هذا كن فيكون إذن لما أمر الله السماوات والأرض قال كوني بهذه الهيئة التي نراها اليوم حتى تكون بهذه الهيئة استغرقت تقريبا ثلاثمائة ألف سنة هذا كن فيكون الملحد ما فهم شنو يعني كن فيكون يعني الله يريد هذا الخفاش كن فيكون في نفس الوقت لا مو بالضرورة قد يكون الله عز وجل أمر الخفاش قبل ملايين السنين نقول قد كل احتمالات ما نجزم ثم كان الخفاش كما يريده الله بعد ملايين السنين عن طريق عملية التطور لأن الله يريد أن تأخذ المخلوقات الأسباب الطبيعية حتى تكون بهذه الهيئة لذلك يقول تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لو كان الخلق فوري فجأة كل شيء وجد الله ما يأمرنا أن نسير في الأرض ونتأمل كيف بدأ الخلق لا لذلك هذه الآية منسجمة جدا مع نظرية التطور إن صحت النظرية كيف بدأ الخلق بدأ بعمليات وبمراحل الله يتمرحل في الخلق يأخذ بالأسباب الطبيعية لو الخلق وجد فجأة ما يقول الله عز وجل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لا سيروا في الأرض الخلق بدأ بالتدريج بعمليات تطور بمراحل فتأملوا فيها ابحثوا فيها لذلك أول ما طلعت نظرية التطور وانتشرت قُبلت بالرفض من الأوروبيين من علماء أوروبا فكان يتهم كل من يعتقد بنظرية التطور بأنه محمدي بأنه مسلم لماذا؟ لقربها وانسجامها من القرآن الكريم إذن هذه نقطة مهمة إخواني لما نقول كن فيكون ما يعني الفورية قد تصح نظرية التطور وقد الله عز وجل وجه الأمر إلى الخفاش ووجه الأمر إلى الحوت ووجه الأمر إلى السلحفات وإلى الحرباء قال كن وإلى النحلة فتكون لكن متى؟ إش قد استغرقت حتى تكون بهذه الهيئة فرضا خلقها خلية ثم تركها تتطور عبر الأسباب والقوانين الطبيعية إلى أن تكون بهذه الهيئة هذا أبدا لا يتعارض مع قوله تعالى كن فيكون ولا يتعارض مع صفاته أنه هو المصور لأنه وضع هذه القوانين ما أدري وضحة الفكرة الثانية لولا إذا ما وضحة أشهر ليعيدها لك بخدمتك إذن أولا نقول نسأل من أودع الحياة في الخلية لن يجدوا جوابا اثنين كن فيكون لا يعني الفورية الله يخلق بمراحل والمراحل منسجمة مع نظرية التطور ثلاثة تفتوا شباب أسألكم سؤال أن تجاوبوني أيهما أعظم أن يخلق الله خلقا كاملا في صورته النهائية وهذه الفكرة أمانة من صاحب رواية عالم صوفي جوستان غاردر هو الذي أثار هذه الفكرة في سطر في عبارة أيهما أعظم أن يخلق الله عز وجل خلقا في صورته النهائية أم يخلق خلقا بسيطا ثم يودع فيه القدر والذكاء على أن يطور نفسه أيهما أعظم ثانية أحسنتم أضرب لك مثالي جينا شاب عبقري يقوم ينشئ تطبيق للتواصل الاجتماعي هذا الشاب كل ستة أشهر ولله المثل الأعلى مجرد مثال التقريب شاب كل ستة أشهر يراجح التطبيق تطبيق في التواصل الاجتماعي يشوف عيوبة نواقصة انتقادات الناس تغير الاحتياجات وينشئ تحديث لهذا التطبيق كل ستة أشهر يعمل له أبديت هذا شاب ذكي يجينا فرضا شاب آخر يقول لا أنا أنشئ تطبيق للتواصل الاجتماعي وأودع فيه خاصية أن هذا التطبيق كل ستة أشهر هو بنفس التطبيق بدون ما أدخل أخلي راجع نفسه ويبحث في العيوب وفي النواقص وفي تغيرات ومتطلبات المستخدمين وهو نفسه هذا التطبيق يوجد لنفسه صيغة جديدة محدثة يعمل أبديت لنفسه كل ستة أشهر يحدث نفسه أيهما أكثر عبقرية الشاب الأول والثاني طبعا الثاني فأنت يلي جاي تقول لنظرية التطور بدأت من خلية أقول لي يا عمي لو كان فعلا بدأت الحياة من خلية هذا يزيد عظمة الله في قلوبنا أن يخلق الله خلقا جاهزا عظم ولكن الأعظم أن يخلق خلية بسيطة ثم يودع فيها هندسة وقدرة وذكاء على أن تحدث نفسها بنفسها وتتطور عبلم عبر ملايين السنين فنرى هذا الخلق العجيب الذي خلقه الله عز وجل وهذا الجواب الثالث الجواب الرابع والأخير وهي معضلة خلق آدم وتطور الإنسان قالوا آدم عليه السلام أول ما بدأ خلق البشر على يدي على آدم بدأ الله خلق البشر بآدم وقلت لك ليلة البارحة في الكتب السماوية تقريبا قبل ثمانة آلاف سنة وبعض كتب التفسير أيضا طيب نظرية التطور تقول لا البشر موجودون قبل آدم بأكثر من ثلاثمائة ألف سنة والأحفوريات والآثار تؤكد أن هناك بشر وبصفات تختلف عن صفاتنا هناك بشر بدائيين همجيين وتطوروا فترة بعد فترة إلى أن وصلنا لهذه الهيئة هل هذا يناقض قصة خلق آدم في القرآن نقول أبدا أيضا لا يناقض ليش بس أريد أبين لك أن الاعتقاد بنظرية التطور لا يتعرض مع الدين في دراسة طلعت عليها قبل مدة أن خمسين بالمئة على الأقل من العلماء في أمريكا ممن يؤمن بنظرية التطور يؤمن بالله أيضا هو مؤمن بوجود الله هو يؤمن بنظرية التطور يعني مو بالضرورة أكو تناقض ممكن يصير انسجام بين النظرية والإيمان بالله نقول حتى لو اعتقدنا بنظرية التطور وأن البشر موجودين قبل آدم هذا ما يتنافع وما يتعارض مع قصة خلق آدم عليه السلام كيف ما عدنا إخواني لا آية ولرواية تنفي وجود البشر قبل آدم أبدا بل بالعكس عدنا آيات تلمح بوجود بشر قبل آدم وعدنا روايات تصرح بوجود بشر قبل آدم أما الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ما هذا الاعتراض لماذا تعترض الملائكة يظهر أن في ذاكرة الملائكة تجربة سابقة مع بشر قبل آدم سفكوا وأفسدوا في الأرض فأبادهم الله عز وجل فلما قال لهم سأخلق بشر آخرين سأخلق آدم مرة أخرى تذكروا تلك المواقف والتجربة السابقة فاعترضوا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بل أكثر من ذلك الإمام الباقر عليه السلام خاطب جابر الجعفي يقول لي يا جابر أتظنون أن الله لم يخلق غيركم بلا والله خلق الله قبلكم ألف ألف آدم وأنتم آخر الآدميين ممكن هذه تنسجم مع نظرية التطور أن الله خلق آدم قبل آدمنا خلق بشر وما كانوا بهذا التطور وبهذه الصورة وبهذا التقويم وبهذا المظهر الحسن كانوا بدائيين كما تقول النظرية وأكثروا الفساد في الأرض فنزل عليهم العذاب نقولها كلها احتمالات نزل عليهم عذاب إلهي استأصلهم من الأرض فانقرضوا خاصة نفسها نظرية التطور والخمس كوارث طبيعية حدثت في الأرض أدت إلى انقراض جماعي للأحياء وحدة من هذه الكوارث عذاب إلهي وكان في بشر همج بدائيين قبل آدم وصلوا إلى مرحلة من التطور وفق لنظرية التطور ثم نزل العذاب الإلهي وانقرضوا تماما من على وجه الأرض فأراد الله أن يخلق الصورة النهائية للبشر للإنسان فخلق آدم إذن قد نقبل بجزء من نظرية التطور ولا تتعارض مع خلق آدم موجودين البشر قبل آدم وآثارهم بقيت موجودة عظامهم رفاتهم ولكن كانوا بشرا همجيين بشرا بدائيين أنزل الله عليهم العذاب فانقرضوا من هذا الوجود فأراد أن يخلق آدم بهذه الصورة في أحسن تقويم فخلق آدم وفقا لقصة آدم وأمر السجود إذن هذه الأجوبة الأربعة تبين أنه لا توجد حواجز بهذه الجدية بين نظرية التطور وبين مبادئ الدين ممكن أن تنسجم ينسجم الدين مع نظرية التطور لذلك تحضرني كلمة لستيفن هوكينغ عالم الفيزياء يقول نحن نعلم أن هذه الطبيعة وهذا الوجود تسيره قوانين ومعادلات لكن السؤال من الذي بث الروح في هذه المعادلات من الذي بث الروح في هذه القوانين وجعلها تعمل الله عز وجل هو الذي جعل هذه القوانين وبث الروح في هذه القوانين إذن كل ما في الوجود خاضع لقوانين الله عز وجل الوحيد المتمرد على الله منه؟ الإنسان تقرون الآية ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والشجر والدواب كلهم ساجدين كلهم مستسلمين لله الاستثناء وحيد فقط قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العقاب وحيد المتمرد على الله عز وجل وعلى قوانين الله عز وجل هو الإنسان بقية الموجودات كلها خاضعة لقوانين الله وتسبح بحمده يطلع من المتمردين يقول أنا ربكم الأعلى يطلع من المتمردين إذا جاءه نبي من الأنبياء يلقيه في النار فيحرقه لأنه ينازعه في ملكه عندما يقول له آمن بالله عز وجل الوحيد المتمرد هو الله ولكن في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظهر من هو أسوأ من فرعون وأسوأ من نمرود ليش أسوأ؟ لأن فرعون ما كان يتمرد بإسم الله عز وجل كان يتمرد باسمه يقول أنا ربكم الأعلى وكذلك النمرود ظهر في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سفك الدماء وقتل وعذب وفعل ما فعل كله باسم رب العزة باسم الله عز وجل وهذا أعتى وأشد عند الله تدخل زينب عليه السلام دخلونها على ابن زياد هي جالسة على الكرسي دخلت فجلست قال من هذه فلم تجبه؟ قال من هذه المرأة فلم تجبه؟ المرة الثالثة قال من هذه؟ قالوا له هذه فاطمة هذه زينب بنت فاطمة الزهراء عليه السلام شوف شون يخاطبها بأي لغة؟ قال الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم ينسب الفعل لله عز وجل هذا أسوأ من فرعون أسوأ من النمرود الله هو الذي فعل بكم ذلك رفعت راسها زينب عليه السلام قالت الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا تطهيرا إنما يفتضح الكاذب فغضب شوف الخطاب الثاني قال كيف رأيتي صنع مرة ثانية الله صنع الله بكم قالت ما رأيت إلا جميلها أولئك قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم مرة ثالثة قال الحمد لله الذي شفى الله الذي شفى صدري بقتل طاغيتكم يقصد الإمام الحسين هنا بكت زينب سلام الله عليه هكذا تخاطب زينب هكذا يوصف الحسين